تفتح الآن صفحة للرياضان اهتم فيها بكرة القدم المغربية وبلقائي اليوم التفاصيل معك فؤاد الحنوي مرحبا بك مرحبا بك منافسة البطولة الاحترافية بلغت منعطفا هاما وحاسما سواء على مستوى أسفل أو قمة الترتيب واليوم تبلغ المنافس على اللقب الشدهة من خلال لقائين يهمان المقدمة حيث الجيش الملكي المتصدر يواجه في لقاء محلي في درب العاصمة الرباط الفتح الرباطي في بواجهة تبدو مصيرية للفريق العسكري والذي يرغب في ضرب العديد من العصافير بحجر واحد من خلال انتزاعه لنقاط الفوز الثلاثة الفريق العسكري يزعى لوضع حد لسلسلة النتائج السلبية التي تجسدت الاقصاء من منافسة كأس الكاف وكذا رد الدين لفريق الفتح الذي كان قد أقصاه من منافسة كأس العرش الفوز على الفتح ربما يبعده من دائرة المنافسة على اللقب ويجعل هذا التنافس منحصرا بين الجيش ومطارده بفارق نقطة واحدة الوداد هذا الأخير الذي في المقابل يحلق من إنجاز لآخر حيث معنوياته مرتفعة بعد الترشح لمباراة نهائية لدور الأبطال على حساب ساندونس الجنوب الأفريقي والذي كان المنشح الأول لتتويج ثم عقبه التأهل للموسم الثالث للتولي للمربع الذهب لكأس العرش بعد فوز صعب على الدفاع الحسني الجديد بهدفين لوحدة الوداد يستهدف بميدانه المغربة التوانية الذي سيكون خصما عنيدا وشرسا خصوصا وأنه لم يضمن بعد حسابيا بقاءه في القسم الممتاز الوداد الذي يخوض لقاء اليوم في ظل بعض الغيابات المحورية خصوصا العميد يحيي جبران ولعب خطى الوسط عبدالله حينود إذ يبدو أن المدرب فاندنبروك يرغب في منح قسط من الراحة لبعض العناصر قبل أيام من دهاب المباراة النهائية لدول الأبطال حيث يرحل الفريق بحرد الأسبوع إلى أرض الكنانة إلى مصر قصد منازلة الأهلي في إطار دهاب المباراة النهائية لدول الأبطال